الجانب التاني متعلق به تدريبات النادي الاهلي النهاردة نقدر نقول التدريب الرئيسي لمرسل كولر اللي يقدر يحط عليه الخطة والشكل اللي ممكن نلعب عليه مباراة ميديا مالغاني والنهاردة فيه أمور مبشرة تأكيداً لللي احنا قلناه مبارح احنا مبارح اتكلمنا على ان بيرسيتاو اتمرن ومع الاهل في غانا انتوني مودست اتمرن وبإذن الله مع الاهل في غانا احمد نبيل كوكا موجود في التدريبات ومع الاهل في غانا وكمان وسام بو علي المهاجم الفلسطيني النهاردة شارك في التدريبات الجامعية وموجود مع النادي الاهلي مفيش اي مشكلة بإذن الله وهنستعرض كمان وانتم معايا على الهوى جانب من التدريبات عشان يبقى الرد لنا او الرد دايما على اي خبر بيبقى قدامكم صوت وصورة اهو وسام بو علي هو في التدريب الحمد لله بيتمرن بشكل كويس جداً مفيش اي مشاكل مفيش اي حاجة يعني ان شاء الله يكون موجود بجواره هو شايفين ردى سليم في موجود كمان هم مصطفى مخلوف في ياسر إبراهيم في رمي ربيعة يعني الحمد لله لعبة كلها في أتم الجاهزية الناس بتيلة انا عارف من اي خبر عليها علاقة بالإصابات لكن انا بطمنكم كل اللعبة موجودة بيرسيتاو كمان بيشارك في التدريبات الجامعية وده كان مفاجأة بين نزمننا ان بيرسيتاو بعد الرحل اللي خدها عاقب العودة من كوتيفوار بقى جاهز للمشاركة في التدريبات كان اجهات خفيف ما وصلش لدرجة الإصابة انطوني مودست هو كان موجود قدامكم محمد مجد أفشا أحمد نبيل كوكا اهو بيرسيتاو في كريم فؤاد في علي معلول مراونا عطيها للأسف مش هيكون موجود في المطش اللي جاي ولكن قدامنا هو كمان طاهر محمد طاهر محمود قهربة بينتزم في التدريبات وموجود كريم الدبيس وحسين الشحات وحسين كالعادة يعني لازم كده يعمل لقطة في التمرين هو او قهربة احمد عبدالقادر كمان موجود عموما يعني قايمة الاهل بقرة غالبا بنسبة كبيرة ممكن يبقى فيها 23 لعب طبعا بننتظر للحظة الاخيرة ما يكون فيه اعلان رسمي ولكن انا بطمن حضراتكم ان قايمة الاهل بنسبة كبيرة هتكون 23 لعب وده معناه ان قايمة الاهل هيكون فيها يعني تواجد لاعبين ما كانوش موجودين في مباراة بلوزداد الاهل ما سافر للجزار كان معاه 21 لعب 21 لعب لكن المرة دي فيه اضافات موجودة هيخرج مراوان عطية وبالتالي هيدخل 3 لعيبة من الثلاث لعيبة وسامبو علي برستاو احمد نبيل كوكا وامام عشور كمان قدامنا هو موجود في التدريبات